اهلا بحضرتكم مشاهدين الكرام حلقة جديدة من حوار اليوم بعد ان تخلصت مصر من كابوس جماعة ارهابية في 30 من يونيو في 2013 وتولى زمام امور رئيس وطني منتخب بارادة شعبية وباجماع منقطع النظير تنفس العرب السعوداء وقدم الاشقاء العرب الشعوب قبل الحكومات دعما كبيرا لمصر لتتصدى لكل محاولات اجهاد الثورة واستبشروا خيرا للامة باسرها بهذه العودة ما يدعم الدور المصري الريادي عربيا واقليميا وهو حيازتها على ثقة ومشروعية عربية لممارسة هذا الدور وقيام مصر بهذا الدور يعد ايضا مصلحة مشتركة للطرفين مصر والعرب لان عجز مصر عن القيام به من شأنه تفريغ العالم العربي الى حد كبير من شخصيته ودعوة الى مزيد من التشارثم والضعف وفي الوقت نفسه تهديد غير مسبوق للامن القومي المصري من هنا جاءت المسؤولية المصرية تجاه ليبيا وترتبط ايضا ليبيا ومصر خاصة بمصير مشترك فردته عامل جغرافيا وتاريخ وبذلك اصبحت العلاقة بينهما استثنائية لا يمكن قياسها بالمعايير التقليدية الى درجة الاندماج ولعل ذلك ما يعلل ويؤكد اهمية الدور المصري في حل الازمة الليبية سلميا وذلك ما انعكس ايضا وما يسعى اليه الطريق التركي والتدخل التركي لعكسه واشعال الحروب ليبقى هناك السبب اذا ما كان انتشر السلام فلن يكون هناك داعي لوجوده حول تطورات الملف الليبي مشاهدين الكرام في عام 2020 وحصاد الدور المصري في انهاء الصراع في ليبيا يدور حوارنا اليوم مع ضيفنا العزيز العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالاهرام والمتخصص في الشأن العربي هو ايضا نائب رئيس تحرير جريدة الاهرام رحب بحضرتك معنا اهلا بك اهلا بحضرتك ويعني دعنا نبدأ بآخر ما تم وكيف تقيم زيارة الوفد المصري الى الغرب الليبي في هذا التوقيت الذي ايضا يوجد فيه رئيس يعني او وزير دفاع تركي هناك وهذا السعي الدائم والدقوب منهم لفرض السيطرة ويعني احلال ليس السلام بكل تأكيد بسم الله الرحمن الرحيم زيارة الوفد المصري الامني والسياسي والدبلوماسي كان مبرمج لها منذ حوالي اكثر من اسبوع من زيارة الرئيس الجهاز المخابرات اللي هو عباس كامل الى بني غازي ولقائب المشير خليفة حفتر ومن هنا ارادت تركيا ان تعكي صفو هذه الزيارة لانها تمثل في الوفق المنظور التركي اختراقا وتحجيما لدورها في ليبيا كما نعلم تركيا تحاول منذ سنوات خاصة في العام الاخير حالة ان تكون الرقم المهم في المعادلة الليبية سواء عسكريين او قصديا عبر اتفاقية دفاعية مع حكومة الوفاق ثم اتفاقية الغاز في المتوسط بالتوافق ايضا مع حكومة الوفاق ومن ثم لم تتوقف عن هذا الحد بل قامت بارسال قوات عسكرية تركية مدعومة بميليشيات سورية للأسف الاف ذهبوا الى سوريا الى ليبيا واسلحة من احدث ترسالة تركيا واجهزة اتصالات وطائرات مسيرة ودبابات ومدرعات وطائرات وغيرها من كل وسائل الدعم الجستي وبالتالي هذه المحاول تركية لفرض نفسها كرقم مهم في المعادلة الامنية الليبية كان لابد من ايقافها هو سلوك ميليشيات وليس سلوك دول بتأكيد يعني هو اردوغان ينتج هذا الاسلوك ينتج هذا الاسلوك ويعتمد حتى داخل تركيا نفسها على ميليشيات لحمايته شخصيا وحماية نظامهم وله في قلب الالاف نعم نعم نهو ما جرى في محاولة الانقلبية 2016 عندما استعانى بهذه الميليشيات لإعادته للسلطة بعد أن تمكنت قوات وحدات من الجيش السيطرة على مفاصل الدولة في تركيا نعود إلى الوفد المصري تركيا ردت أن تفشل أو تحبط نتاج هذا الوفد نعم لكن الحقيقة الأمر وانا من خلال المتابعة أن الوفد استطاع أن يقدم رؤية مغيرة لتصورات الذهنية حول التركيا أن تلسخها في وجدان وعقول السياسيين الليبيين وبالذات في طرابوس الوفد المصري كان الوفد كما ذكرت يتكون من جانب أمني وجانب دوبلوماسي تميز بالحرفية العالية التقى بوزير الداخلية بنائب رئيس المجلس الرئاسي ثم التقى بعناصر أخرى منهم رئيس جهاز المخابرات التابعة للوفاق وتم التوافق في هذه البحثات على أولا تفعيل الدولة المصري في الغرب بالذات ثم الاتفاق على أن تقوم مصر بعادة افتتاح سفارتها في طرابوس والوفد المصري وعد بافتتاح سفارتها عندما تتهيأ الأمور أمنياً لأن ماذا ترابوس يعني تعيش حالة ميليشوية صح التعبير ثم التوافق على الاستمرار في دفع مخرجات ونتائج اللجنة العسكرية التي تعرف باسم خمسة زائد خمسة التي ناجحت في التواصل لاتفاق النار ثم تباوض الأسرة بين الجمعين كان آخرها لمرتين كان آخرها بالأمس ثم الاستمرار أيضاً في ناهج الحوار السياسي وهذه هداف الحركة المصرية لكن للأسف وزير الدفاع التركي جاء إلى طرابوس ليهدد هناك بشكل فجأ ويفتقر إلى الدبلوماسية ولباقة حتى لباقة التعبير العسكرية قام بتهديد الجيش الوطني هو يزعم أنه يرد على ما صرح به المشير حفتر أنه سوف يتم مواجهة الاحتلال التركي المشير حفتر هو قائد جيش وطني وقدما يقول ذلك هو يعلن من منطلق وطني وأن تركيا تمثل بالفعل احتلالاً لغرب ليبيا وبالتالي الجيش الوطني الليبي يعلن موقفاً يتسق معه المبادئ الليبية ثم تسق مع الموقف العربي العام ولكن تركيا لا تريد ذلك ترغب فيه أن تستمر وتهددت الجيش تركي لشان حرب عليه وأيضاً على الدول التي تدعم جيش حفتر نفق مزوله ومن أهمها الدولية مصر ومن ثم هو يحاول الآن رغم محاولاته السابقة الغزل بالجيش المصري بعد التهديد المصري في جأف وسنتحدث أيضاً عن ما هو الوضع الآن بعد وضوح النواية من تركيا هي ليس لديها دولة حبيثة ليس لديها الغاز فإذا كيف ستستطيع تحقيق ذلك من خلال ليبيا سنشاهد أيضاً العديد من المعطيات ولكن اسمح لنا وديوفنا الكرام نشاهد هذا التقرير يعني حصاد العلاقات المصرية الليبيا فيها 2020 وما تم خلال هذا العام نسرده في هذا التقرير ونعود لاستكمال حلقتنا مع ضيفنا الكريم ققت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الجاري 2020 نجاحات سياسية ودبلوماسية عربية غير مسبوقة استهدفت لم الشمل وتوحيد الصف العربي فمن أقصى الشرق إلى الغرب لبت مصر نداء العروبة وكانت للقيادة المصرية دور بارز في مساندة العديد من الدول العربية الشقيقة ليس فقط على الصعيد السياسي والدبلوماسي لكن كذلك على الأصعيدة الاقتصادية والإنسانية والإغاثية الملف الليبي كان من الملفات التي شهدت جهوداً مصرية حثيثة عام 2020 من أجل توحيد الفرقاء الليبيين ودفعهم للجلوس على طاولة الحوار وتجنب الشعب الليبي مخاطر القتال وفي عقاب التدخل التركي السافر في ليبيا حصرت مصر أطمع تركيا في ليبيا بمبادرة إعلان القاهرة التي لاقت تأييداً دولياً وإقليمياً وعربياً واسعاً لما تسعى إليه من التأكيد على وحدة الأراضي الليبية واستقلالها بالإضافة لإعلان وقف إطلاق النار وهي المبادرة التي حرص ما شيخوا أعيان القبائل الليبية على تأييدها في زيارة رسمية لهم للقاهرة وتففيض الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل في الأزمة بشكل مباشر وهو ما قبلته مصر بالتشديد على أن القاهرة لن ترضى إلا بالاستقرار للشعب الليبي سياسياً واجتماعياً بما يضمن ضحر المحتل التركي والحفاظ على الأمن القومي المشترك لتبقى مقولة سيرت الجفرة خط أحمر أروع كلمات 2020 لأنها مقولة زعيم إذا قال فعل نقول خط سيرت الجفرة خط يتم التوقف عنه لا قوات الشر ولا قوات الغرب ولا أي قوات أخرى يعدون طب ليه نقول كده هي دعوة للحرب ولا دعوة للسلام هي دعوة والله للسلام أجدد أترحب بحضراتكم مشاهدين الكرام وبضيفي الكريم العزب الطيبة طاهر نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام ويمكن عايزين نذكر سادة المشاهدين حتى لما جاءت القبائل الليبية في هنا المصر تأتي تطلب الدعم والوقوف مصر معها وكان نوع من التأييد العلني لتدخل مصر لإنهاء هذا التدخلات الخارجية وإنهاء هذا الصراعات التي تحدث في ليبيا فقط أكد أيضا الرئيس السيسي أن هذا التوجد سيكون فقط من أجل إحلال السلام وسيحرص على خروج أيضا إذا ما تم عياني حدوث تدخل عسكري سيحرص أيضا على الخروج من هناك لأنه ما يرغبه في ليبيا هو السلام وإذا كانت لنا مطامع كمصر من قبل كان لدينا العديد من المزاعم اللي كنا ممكن نؤديها ونقدمها للدخول إلى الشأن الليبي ولكن ليس أبدا من هدف مصر التدخل في شؤون لدولة شقيقة مثل ليبيا بالتأكيد يعني مصر تعمل مع ليبيا كدولة جوهر وشقيقة وهناك كما ذكرت أنت في مقدمتك هناك تدخل جوهرافي وتاريخي وشعبي هناك القبائل المصرية وليبيا متفاعلة فيما بينها تفاعل علاقات وتفاعل يعني صح التعبير العرقي في مطروح وفي السلوم وغيرها مع طرف الآخر أصبح هناك أقصر بشتركة ولكن تتذكري أن القذافي كان يفخر بأن أجداده من الفيون يعني وأنا عندما زرت ليبيا زرتها كنت جالسا في طرابلس ثم في وجهة أحدهم يقول لي بالتعبير الذي أنا أفهمه في الصعيد أنا أقصر يقول لي جعمز يعني أعد آه جعمز جعمز يعني أعد بنفس اللهجة التي ننطقها في الصعيد في الأخصر هو نطقة نفس المفردة جعمز فأنا يعني زلك يؤشر إلى التقارب ومن ثم أنزلة مصر إلى ليبيا ليس مجرد دولة عادية لكنها تمثل عمق استراتيجي لمصر نعم أمن قومي بالمعنى الحقيقة وليس بالمعنى الشعارية وده حقيقة تأكدت على مدى التاريخ في الأوانة الأخيرة يعني منذ أحداث للأسف أحداث ليبيا رأينا كيف أصرت أحداث ليبيا سلبيا على الأمن في داخل مصر عندما كانت بعد أحداث 2011 سواء في ليبيا أو لدينا في مصر حدث نوع من السيولة على الحدود فانتقلت عناصر وأسلحة إلى سيناء والتي ساهمت بشكل سلبي في دعم ما يسمى بالعناصر الرهابية في سيناء التي قامت لفترة بتهديد الأمن القومي الوطني لكن الجيش مع الشرطة تصدى لهذه محمد استطاع تصدى أن يعني يوقف إلى حد كبير هذه التنظيمات رأينا أيضا ما حدث فيه من قبل عامين أو ثلاثة في واحة الوفرة يعني عناصر من داخل ليبيا ثم قام الجيش لمصر ورد عليها يعني هناك تداخل ومن ثم تتحرك مصر ليس من منظور عشوائي أو اندفاعي أو حتى أو حتى يعني شعاري لكن من منظور يحافظ على أمنها القومي أولا ثم يحافظ على استقرار الدولة الليبية لأنه عندما تستقرر الدولة الليبية فذلك يؤثر إيجابيا على أمن مصر وهنا تأتي حركة مصر السياسية والعسكرية وحتى أعلان القاهر الذي أعلانه ليس من فتاح سيسي كانوع من التفاوض وحال الأزمة الليبية داخله في 6 يونيو الماضي نعم بعد أن سحب الجيش الليبي من طرابلس يتيجى الضغوط للأسف عالمية كثيرة في مقدمتها أمريكية وإيطالية وغيرها وطبعا الدعم الجيش التركي للميليشيات أدى إلى أن الجيش الليبي وجد نفسه في حالة حصار يعني هناك منشيات مدعومة بأحساسة كما ذكرت ثم هناك دعم دولي وهناك كانت إشارة للأسف إشارة ضمنية لأردوغان بنتدخل في تركيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هذه معلومات ليست تحليل ثم هناك أيضا موافقة ضمنية إيطالية للأسف إيطاليا تلعب على الحبلين تؤيد هنا ولكنها تؤيد بالدرجة الأولى وعلى نهاية حزير الخارجيات تركيا الإيطالي أنه يؤيد تدخل التركي لأنهم في نظارهم حلق نوع من التوازن إيطاليا حاولت في البدء الاحتفاظ بسكون وعدم التدخل وعدم إصدار أي تصرحات حتى جاءت مصلحتها لا مصالحها مرتبطة لأن مصالح إيطاليا لاها مصالح في الغرب ليبة مصالح الغاز والنفط غيرها شركات إيطاليا تعمل أسف وهناك حضور عسكري إيطالي في مصراتها وفي غيرها مثل الغرب الليبي وهناك توافق كبير بين الجانبين حكومة الأفاق وبين إيطاليا موقف إيطاليا في بعض الرئيب يعني لكن المشكلة أن مصر استطاعت بمواقف حازمة بالذات بعد أولا إعلان القاهرة كان هو المدخل لبلرة الرؤية السياسية للتعاون مع أزم الإيطاليا بناء على مخرجات مؤتمر بلينة اللي زواقد في يناير الماضي باجتماع قادة ورؤساء دول عديدة وأكدوا على الحل السياسي وتم تشكيل سلاسة لجان أو سلاسة مستويات للحل لجنة عسكرية اللي هي خمسة لتخمسة لجنة اقتصادية لجنة سياسية واجتمعت هذه اللجانة على أكثر من مرة ولكن تركيا توادت في مواقفها ورأينا كيف قامت الميليشيات المعدوعة من تركيا وتركيا نفسها لتهدد منطقة سرط الجفر التي وقف عندها الجيش الليبي وكان هنا الموقف المصري الحاسم هذا الخط خط أحمر وذلك يؤشر بوضوح إلى أنه لأول مرة في التاريخ دولة تستطيع أن تحقق انتصارا سياسيا عسكريا دون أن تستخدم دبابة أو طائرة أو مدفع وغير ذلك لكنها أعنت موقفا مبدئيا وستراتيجيا لأن تركيا بعد هذا التصريح بالذات وبعدها بيوم وومين حاولت ميليشيات من ترابلس أن تمارس اللعب لكنها ضربت فورا ودمرت ثم تم توجيه ضربة لقاعدة الموت العسكريات سيطرت عليها التركيا والميليشيات تم توجيه ضربة واضحة المعالي وتدمير منظومة البلاع جيدة وقالت لسالة كانت واضحة لساية التحذير ثم أعمال ميدانية في اليوم التالي أو خلال الأسبوع التالي بعد التحجير هنا أدركت وتلقت أنقرة الرسالة كما تلقت الميليشيات الرسالة وحافظت على الوضعها العسكري في المواطق التي تقترب من سلطة الجفر لكنها لا تتعداها لأنها أدركت أن هناك إرادة سياسية وإرادة عسكرية مصرية مدعومة من الجيش الوطني ومدعومة من القبائل الليبية اتجاهت إلى مصر في يوليو الماضي وعنات دعمها لتدخل المصري أيضا البرلمان المنتخب في شرق ليبيا أعنى دعمه وتفوضها لجيش المصري بالتدخل فضلا عن الشعب الليبي يعني الأغريب الشعب الليبي رأت في التدخل المصري هو الإطار الوحيد لحماية أمن واستقرار ليبيا إذن تحدثنا عن أن الرسالة وصلت إلى الجانب التركي في ليبيا وأنهم فقط يستطيعون تنفيذ شعارات ليس أكثر على أي شيء يراهن ويستند الآن أردوغان في ليبيا على تنفيذ مخاططاته الاستعمارية في ليبيا وطبعا الاستناد إلى بعض المزاعمة التي أصبحت معلنة للجميع والعالم أجمع أنها ليست بحقيقية هو أصبحت الآن المصالح واضحة وهو يرغب في الغاز ويرغب في استمداد كما يقول أنها كانت ليبيا موروثة من أجداده في هذه العبارة السخيفة ولكن ذكرها يعني لم يستحي إذن الآن الجانب المصري مؤمن تماما في أي فكرة تدخل العسكري من جانبه أو حتى بدعم منه للميليشيات المسلحة في ليبيا ستكون الأمر محسوم بالهزيمة على ماذا يعاول الآن أردوغان يعني للأسف أردوغان يقرأ أو يقوم بتقديرات موقف تقديرات موقف خاطئة إلى حد كبير وحسابات خاطئة هو الآن يعني لو لاحظنا تصعيده الأخير عسكريا من خلال زيادة وزير الدفاع خلوصي أكارت لطرابلس واتهديده الواضح للجيش الوطر الليبي ثم لمن يدعمه هو في وظره من يدعمه هو مصر وبعض الدول العربية الأخرى ده أعادة نقطة السفر عسكريا رغم أن هناك اتفاق وخفوط طاق النار الجانبان اتفق عليه عبر آلية اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بل وكما ذكرت هناك خطوات عملية تخذت لإستعادة الثقة عبر تبادل الأسرة بين الجانبين لكن أردوغان يريد أن يعيد المربع التوطر العسكري إلى مربع رقم واحد يراهن في ذلك على جانبين الجانب الأول في ظنه وتلك هي متصلة بمسألة تقديرات الخطئة وحسابات الخطئة أن الإدارة الأمريكية القادمة برئاسة جو بايدن ستكون إلى جانبه بوضوح صحيح ترامب كان إلى جانبه لكن بشكل موارب مرة ينتقده مرة ومن تحت المائدة يدعمهم لكن هو يتقد أن بايدن سيكون مؤيدا له بوضوح خاصة في ظل ما تردد من أن بايدن سيكون أو سيعيد إنتاج منظور إدارة أوباما في دعمها لمسمى بجمعات الإسلام السياسية ولكن ذلك أنا في تقديري قراءة خاطئة بايدن استوعب تماما ومن خلال متابعة تصريحاته أن ما كان يحدث أيام أوباما من تصورات وربما من خطوات ثبت معظمها فشلها وبالتالي هو لن يعيد إنتاجها هو الآن سيرسم خطوات تصورات جديدة ورؤية جديدة التعاون مع الأزمات في المنطقة تقوم على المبادئ العامة هي الحل السياسي وليس الحل العسكي لذلك لاحظي أننا بالأمس السفير الأمريكي التقى بقيادات في المجلس الرئاسي والسفير الأمريكي بالأمس يعني قبل إذا بايدن أن تقوم بتولي السلطة قبلها بأيام قام ليؤكد موقف إدارة الأمريكية الرافض لأي توطر عسكري والشارة واضحة لتركيا وعلى تمسكها بإتفاق وقف اطلاق من دعمه ومن ثم هذه المراهنة التركية أو الصح الأردغانية على أن إيادات بايدن سوف تقف إلى جانبه مراهنة خاطئة ولن تكون داعمة له في أي موقف عسكري التقصد أستاذ عزب هناك رأي آخر دعني أطرح لحضرتك هذه الرؤية التي اطرحتها واضحة تماما لكن هناك رأي آخر يقول بأن أمريكا هي من يدعم هذه المنشيات وهذا التدخل التركي في ليبيا بزعم أنها رفضت أو أن تركيا رفضت من الاتحاد الأوروبي لتكون جزءا منه ولكن وعدت بأن تستكمل الدولة العثمانية القديمة والاستعمار لديها في الدول العربية وتدعمها بدلك ما رأيك في هذا الرأي؟ يعني هو أردغان يروج لذلك ويحاول أن يقدم بالفعل على محاولات الاستعادة ما يسمى بالحلم العثماني حتى يعني هو نفسه يعيش في أنقرة في قصر أشبه بقصور السلطين والحرس الخاص به يرتدون نزيا أشبه بذي كان يرتديه حرس السلطين ومن ثم هو يعيش في أوهام لكن هل الواقع معهم يعني هل تسمح الآن أمريكا تحت أي إدارة سواء يعني جمهورية أو ديمقاطية نعم أن يقوم أردغان بسيطرة على أو باستعادة سيطرة على الولايات العثمانية القديمة يعني بما فيها ليبيا وبما فيها مصر وبما فيها حتى شرق أوروبا وبعض غرب أوروبا كاتب فينا تابعة لتركيا يوم ما وأيضا البصنة وكل مناطق البلقان كانت كلها تابعة تركيا هل يمكن يسمح ذلك لأن تستطيع تركيا يعني أحلامها القديمة في هذه المناطقات؟ جميل جدا أجبتني على هذا السؤال طيب لما نعود من جديد لفكرة القضية الأهمة والأمن القوم المصري والعلاقات والدور المصري مع ليبيا للحفاظ على أمنها مصر دائما ما تحرص على وجود وأيضا تقوية الجيش الليبي الوطني الليبي يعني وجود ليس فقط مسمى ولكن أيضا وجود جيش وطني ليبي وقوي وفاعل لأن ذلك سيخفف أيضا من مهمة التأمين التي تقوم بها مصر وحدها لتأمين حدودها فعايزين تكلم على هذه الجزئية أولا مصر من البداية كانت دعمة لجيش الوطني الليبي دعمة بوضوح يعني معروف بتسليح وبالتدريب وبالخبرات وبأشكسة وبالمعلومات وذلك هذا الجيش يعني أصبح قويا وأصبح رقما الرقم الأهم في المعادلة الليبية لكن في نفس الوقت هي تسعى وسعت بالفعل إلى توحيد المؤسسة العسكية الليبية بحسب مع قوات الجيش في الغرب مع قوات الجيش في الشرق وصدفت مباحثات في مصر خلال يعني منذ عامين في القاهرة وحاولت تقريب بين بين رؤية الجانبين لكن الأمور في الفترة الماضية لم تكن مهيئة لم تكن نادقة للتوحيد ربما الزيارة الأخيرة التي قام بها الوفد المصري لها جزء لها تأثير سيكون لها تأثير مهم على محاولة ترأب الصدع بين الغرب والشرق فيما تعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية ومصر استضافة لجنة العسكرية في الغردقة في سبتمبر الماضي وكان لها نتائج ومخرجات جيدة في هذه الفترة ومصر عندما تدعم الجيش الليبي كما ذكرت أنت أنها طبعا تدعمه أولا في إطار فهمها لمحددات الدولة الوطنية ومرتكزاتها وأهم مرتكزة الدولة الوطنية هو وجود مؤسسة عسكرية قوية لأنها هي الضامن الحقيقي للأمن الوطني وأيضا الضامن الحقيقي لحدودنا كما ذكرت أنت مع ليبيا الذي تمتد حوالي 1200 تيولو متر مربع جزئية أخرى مصر ليست فقط حريصة على التواصل مع جانب واحد في ليبيا لدينا هنا طرفان وللأسف هم منقسمين في ليبيا ما بين حكومة وما بين جيش وطني ليبي يعني كأن لدينا قوتين متنفرتين داخل بلد واحد أحدثني كيف هو يلعب الدور الدبلوماسي في التعامل ليس فقط مع جيش الوطن الليبي ولكن أيضا مع الحكومة الليبية لاحظي يعني التحركات المصرية خلال الأيام الأخيرة القرية والماضية أولا مصر استضافت من الجنوب قريب الجنوب 75 شخصية من قبائل الجنوب شخصية سياسية وشخصية نفذة وكان لقاء مصمر تم توافق فيه على الكثير من الأهداف التي تتفق مع الرغبة الوطنية الليبية ومع الأمن لقوم المصري طبعا أهمها كما ذكرنا المحافظة على واحدة ليبيا بكامل أقاليمها الثلاثة ثم الرئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل زارة بنغازي والتقى بالمشير حفظة ثم الوفد المصر الأمني والدبماسي زارة الرابلوس مؤخرا إذن بناء غازي الجنوب بناء غازي الشرق والجنوب ثم الغرب هذه الأقاليم السلاسة يتقوم منها بشكل أساسي صحيح ولكن طبعا أقاليم مرة أخرى لكن هي الأقاليم المؤثرة صحبتها دور الفعال يعني ماذا يؤشر إلى ماذا يؤشر ذلك يؤشر إلى مصر تعمل وفق المنطقة الذي يحكمها منذ سنوات وهو أنها على مسافة واحدة من كل الأطراف ولكن عندما طرفا خرج عن السياق وطني بالتأكيد كما حدث مع حكومة الوفاق يعني خلال العام الفائت عندما تحالفت مع تركيا وهذه دولة جاءت لتهدد أمن القومي ليس ليبيا فقط لكن لمصر وللأمن لقوم العربية عندما كان هناك تهافت من قبل حكومة الوفاق تجاه تركيا يعني قامت مصر بمحاولة يعني التأشير عليها لكن الآن الأمور أصبحت يعني مصر استقلت قبل فترة فائد السرار نعم ثم وزير الداخلية وزير الداخلية حكومة الوفاق هنا جاء إلى مصر يعني بعد يعني خلال الشهرين الماضيين وثم زال وفد المصر بس إذن مصر تحاول أن تسعى باتجاه لملمة تكون الأطراف الليبية وطور صعب يا أستاذ عزيزي يعني فكرة حكومة السرار أساسا يعني هو البعض يرى أنه يعني تابع لما يعني تميه عليه تركيا وجماعة الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان ففكرة أنني أتعامل مع طرف يعني يتحدى حتى الجيش الوطني الخاص بنفس دولته هو أمر في غير الصعوبة أن أجمع الطرفين معي في طاولة واحدة وفي حديث مشترك واحد أعتقد هو نجاح لدى الدبلوماسية المصرية بالتأكيد يعني مصر عندما اكتبعت هنا لجان لجان سياسية ولجان عسكرية ولجان اقتصادية ثلاثة لجان التي بسقت عن مؤتمر برلين اكتبعت في القاهرة نعم ذلك يؤشر لأهمية الدول المصر وفعلياته في محاوة حشد كل هذه الصفوف الوطنية لكن المعدلة تكمن في عاملين أساسيا أولا العامل الخارجي المتمثل في الدول التركي وأيضا أطراف أخرى بما فيها أمريكا وإيطاليا وبعض أطراف أخرى تلعب تبارس دورا سلبيا في ليبيا ثم وجود المرتزقة التي أرسلتهم ليبيا بالألاف إلى ترابوس الغرب وهم يحاولون في الغرب أن يؤشر إلى وجود متصقة من روسيا مع الجيش الوطن ليبيا ولكن الجيش الوطن ليبيا يؤكد أنه لا يعمل أحد في منظومات العسكرية إلا أبناء ليبيا كما صرح أكثر مرة اللواء أحمد المسماري المتحدث راسمي باسم الجيش الوطن ليبيا إذن هناك عوامل خارجية مهيمة على المشهد الوطن ليبيا انت خلصت حكومة الوفاق من ارتباطها الأيدولوجي بجماعة الإخوان المسلمين بالذات لتلاها مواقف سلبية ليس اتجاه مصر فقط لكن اتجاه ليبيا صحيح يعني هذه السلبية شعب ليبيا هو المتضرر الأول نعم ثم تتخلص من الارتباط بتركيا وده كان موجود بند مطروح بقوة في مباحثات الوفد المصر في ترابلس وإن كانت لم تتضح الأمور فيما يتعلق ما هي مخرجاته في المباحثات لم يعد السزاك ولاحظة أن وزير خارجية سامح شكري تصل بوزير خارجية الليبي وزير خارجية حكومة الوفاق اسمه السيالة وتم التوافق على مجموعة من المحددات التي يمكن أن تسهم في حالة الأوضاع سياسياً ثم وضع ليبيا في داخل سكة الوطنية وليس الاتباط بالقوة الخارجية هناك بعض الجهات لن أقول منظمات ولكن ربما دول تساعد وتحارب هذا دور مصري الرائد في إصلاح ودعم الشأن الليبي الداخلي وإبقاء سلامته خلينا نتكلم عن دور قطر كان هناك بعض الاتفاقيات التي تمت ما بين حكومة السراج وقطر وطبعا بإملاء أيضا من تركيا خلينا نتكلم عن هذا الدور بعد إذن يعني لحظة للأسف قطر رغم الحديث عن المصالحة في هذه الفترة المصالحة الخليجية مع اقتراب عقد القمة الخليجية الـ 41 في 5 يناير المقبل في الرياض لكن للأسف حتى هذه اللحظة الإعلام القطري والخطاب السياسي القطري لما تخلص من مرتكزاته المعادية للدور المصري والداعمة لجماعة الإخوان المسلمين والمناوئة لكل التحركات المصرية التي تحاول أن تدفع بليبيا إلى سكة الاستقرار والوحدة والاستقلال وامتلاك السياسة الوطنية هذا هو على مستوى الخطاب السياسي والإعلامي عندما تلاحظي قناة الجزيرة وغيرها من القناة التابعة للإخوان تجد هذا الخطاب ما زال قويا وواضحا وسافرا وكأنه لا توجد محاولات المصالحة في المرحلة المقبلة هذا الجانب الجانب الآخر أن قطر لديها طموح منذ التغيير الذي قادره الشيخ حمد بن خليفة ضد داودي في 1925 لأن تكون قوة إقليمية ويبدو أنها نصحت أنها تكون قوة إقليمية لابد أن تحارب أو نقول تشاكس أو تتنمر بمعنى الأبق ضد الدواد الكبرى في الإقليم وأماها مصر والسعودية وهما بالفعل ما جارى خلال السوات المنصر أن قطر تمارس سياسات مناهدة تماما للدور المصري والدور السعودي ليس في ليبا فقط لكن في مختلف مفردات منظمة الأمن للقوم العربي وتتزمر إذن من وجود بعض المواقف العربية المشتركة ضد ما تقوم به إذن تحدثنا عن الجانب السياسي دعنا ومشاهدين الكرام أيضا نستمع إلى الجانب الدبلوماسي لدور المصري يساعدنا أن يكون معنا وينضم إلينا هاتفيا ساعدة السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق أهلا بحضرتك معنا ساعد السفير نتحدث عن الدور الدبلوماسي الذي تلعبه الخارجية المصرية أيضا مع الدولة الشقيقة والتي بكل تأكيد يجبعنا أمن قومي مباشر ومشترك بدون شك أحاربك يعني في دار الأيام القليلة الماضية العلاقات الماضية الجديدة شهد تطورات إيجابية تمثلت في زيارة وفد رسمي يمسك في المزارة الخارجية والمخابرات العامة والوزير عفت تطاقات مع بعض كبار المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني وخلال هذه الزيارة تم اتصال تليفوني بين وزيري خارجية مصر ووزير خارجية حكومة الوفاق الوطني المباحثات التي أجرها الواجب كانت مباحثات كما وصفها المسؤولون في حكومة الوفاق الوطني وصفوها بأنها كانت إيجابية ومشمرة طبعا دي نقطة تحول وهيكون لها تأثير أجياء إيجابي على مصار الجهود المبسولة حاليا من أجل التأميل وضمان عمليات التحول الديمقراطي وتسوية سياسية للأزمة في ميلادية نعم هل حضرتك ما زلت معي أصوت؟ أنا مع حضرتك ربما تكون هناك بعض المعوقات خاصة وأننا نتعامل ونتحدث ونتحاور مع جانبين مختلفين يعني حكومة السباق وجيش الوطن الليبي بقيادة حفتر كيف تكون هي النقاط التي نضمن من خلالها نجاح مثل تلك المحاولات الدبلوماسية الهدفة بكل تأكيد إلى إصحاح وتمكين الشعب الليبي وطبعا إعادة السلام إليه الجهود الدبلوماسية المصرية بتأتي في إطار مخرجات قمة بلين في يناير الماضي والتي شارك فيها الساد الرئيس عبد الفتا حسيس وبالتالي الجهود المصرية هي حضرتك بتتاع عن جهود الأمم المتحدة والجهود المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن الدولي في عملية التشوية السياسية في بي وكما تعلمين حضرتك أنه مصر استضافت في سبتمبر المارج استضافت اجتماع اللجنة العسكرية المشترطة في بي أو ما يعرض باسم لجنة خمسة زائد خمسة اللي هي بتضم خمس عسكريين من قوات حفتر وخمس عسكريين من قوات الوفاق الوطني نعم ومصر أيدت وأحد أهداف زيارة الوفد المصري في واقع الأمر لترابلش منذ أيام قليلة هو تأييد اتفاق وقف اطلاق الشامل الذي تم التواصل عليه في اطهار اللجنة العسكرية المشتركة في 21 أكتوبر الماضي فمصر في جهودها الدبلوماسية بتداعم وبتساند جهود الأمم المتحدة في التشوية السياسية في ليبيا أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الكريمة سعادة السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق شكرا جزيلا لحضرتك ومداخلتك بكل تأكيد أضافت إلى حوارنا وأعود من جديد لضيفي الكريم الأستاذ العزب الطيب الطهر نتحدث عن هذه الجهود المختلفة خارجيا سواء كان من دول عربية مثل مصر شقيقة للجانب الليبي أو حتى من دول أخرى قد تعلن أنها تهدف إلى مصلحة ليبيا ولكن داخليا ماذا على الشعب الليبي من دور في هذه المرحلة في التكاتف وفي أيضا الإبعاد وإنهاء الصراعات الداخلية التي بكل تأكيد أوضحت لنا على مدار السنوات الأخيرة يعني منذ 2011 أنها لم تأتي بأي خير إلى البلاد بالتأكيد الشعب الليبي طبعا يعني هو مجموعة من القبائل ومجموعة من النظام المكتبع المدني وشباب وله تطلعات مصر من أي شعب ولحظنا أنه هو الذي قاد التغيير في 2011 لإسقاط نظام القذافي وبالتالي الشعب الليبي مدرك لخطورة المرحلة وأهمية إعادة ليبيا إلى وضع الطبيعي كدولة والعودة إلى مجدد التنمية الدول الليبية دولة من أسر الدول العربية لديها احتياطات نفط كبيرة جدا وأيضا غاز هو ما جعلها مطمع لكل الدول يعني في منطقة نفط تعد من أهم مناطق النفط والغاز في العالم العربي ومن ثم يحاول أردوغان الاقتراب منها وهي السوق المباشر أساسا لأوروبا في انتقال الغاز وهو صراع أوروبا بالتحديد إيطاليا وفرنسا وهو صراع على النفط والغاز في هذه المنطقة ألازي هو يعني ليس مثلنا يعني هذا الغاز لإدارة ربما مصانع أو غير لكن هما لديهم للحياة للتدفئة للعمل والحركة لكن يعني أنا أوكي هذه الدول تحقق مصالحها ولكن تحاول أن تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار لا أن تدع مصالحها بمعنى أن تقوم بتأي طرف ضد طرف آخر لتحقق مصالحها قومي بمحاولة تقريب بين كل الفرقة بين كل الأطراف ثم تتحقق مصالحها عندما تكون دولة ليبيا مستقرة فيها نفط وفيها غاز سيصدر للعالم هو هل هذه الرؤية 6 مليون رغم المساحة الكبيرة 8.5 مليون كلمة ربع لكن سعب صغير 6 مليون وبالتالي يحتاج لكل هذه الكميات هذه كما تصدر للخارج صح أسف حالك ترحت نقطة مهمة أود أن أسأل فيها هل هذه الفكرة وهذه الرؤية مش واضحة لدول الغربية في أن كثرة التدخلات الخارجية في ليبيا لن تحقق لهم أي مصالح في النهاية للأسف للأسف يعني أنا وصلت إلى قناع أن الفكر السياسي الغربي رغم كل التقدم الذي يعني رأيناه في ملفاتهم وفي دراساتهم وفي أبحاثهم وفي مراكزهم هناك بعض الضيق الأفق فيما يتعلق بالتعامل بالذات مع المنطقة العربية يعني المبادرة ربما لاحظي هذا الخلل أنا يعني أتوقف عنده عندما طرح الرئيس الأمريكي في ويلسون لا لا ويلسون بعد هالحرب العالمية الثانية مبنعة من المبادرة ضمنها تقرير المصير وافق على تقرير المصير لكل الدول ما عدا مصر زهبا ساخدوا هناك رفضوا لأن هناك مصالح أمريكية بريطانية لاحظي يعني يعني وعنونا أفكارا جيدة لكنها على الأرض لا تطبق لاحظي مع إسرائيل كل دول الغرب تتكلم عن ضرورة نهاء الاحتلال لكل شهر العالم لكنها تيسر لها كل سبب للإحتلال في النهاية نعم هو الشعب حتى هذا اللحظة قابع تحت الاعترار الصيوني ومن يدعم الكائناة الصيوني أمريكا والغرب كل الدعم يعني دعك من كل هذه التصريحات تعودنا حتى أن أمريكا تطلق هذا التصريح وبعدها لقاء مع قد يعني سلسيين في إسرائيل لدعم تحركاتهم رغم أنه لو هذه الدول لديها قراءة حقيقية لمصالحها مصالحها أن تقيم علاقات مع الدول العربية وتدفعها إلى استعادة إلى أزماتها وقامت دولة فلسطينية لأن عندما يكون هناك استقرار في العالم العربي الذاخر بالصروات والذاخر بالمقاومات الطبيعية والذاخر بالموارد البشرية عندما يتحقق فيه استقرار ستكون هذه الدول هي المستفيدة لكنها للأسف هي تؤجد الصراعات وتدفع باتجاه برز جماعات وميليشيات مسلحة التنظيم القادة في الأساس هو يعني إنتاج أمريكي وتنظيم داعش أيضا إنتاج أمريكي كل الأسف وغربي كل هذه التنظيمات تقوم لتحقق مصالح مؤقتة ثم نراها تستمر لتؤثر بالسلب على الأوضاع الأمنية والسياسية والاستراتيجية للمنطقة العربية ككل ونسمى هنا المراهنة على المواطن أنت ذكرت نقطة مهمة المواطن الليبي والمواطن العربية هل يمكن أن نستفيد من التاريخ ونعيد قراءة التاريخ وأن حتى تحرير ليبيا من الاستعمار الإيطالي جاء بعد تضامن وتوافق الليبيين وندينا تجارب في الخمسيات القرن الماضي تجارب التحرير الوطني العربي التي شاركت فيها مصر بثقة تحرير الجزائر وتحرير تونس وتحرير المغرب وتحرير الخليج العرب وتحرير السوداء وكل الدول العربية تحررت كان هناك فاعلية شعبية هناك كان فيه قيادة مركزية لمصر قيادة قومية قوية والآن هذه القيادة تم إعادة إنتاجها في مصر بتمثة في القيادة السياسية الحالية التي لديها حس قومي عالي جدا وتطرح شعار الأمن القوم العربي كأحد أهم أولويات السياسة الخارجية والاستراتيجية المصرية ورأينا أن مصر طالبت في 2015 في قمة شرم الشيخ الريساسيس طالب والإنشاء قوة عربية مشتركة لتكون الزراع العربي الأمني لتصدي لأي أخطار ولكن للأسف القادة العرب بعدما وفق على هذا الاقتراح وتم تشكيل وتم بحثه في عبر اجتماعين رؤساء الأركان العرب في الجامعة العربية على مدى شهرين فجئنا عندما اقترب أوان التوقيع على الوثيقة التي أبرمها رؤساء الأركان وهي كانت وثيقة بالغة الأهمية عبر مجلس الوزراء الدفاع والخارجية العرب فجئنا في نفس الليلة بعد أن حضر وزراء بالفعلة القاهرة بأنه طلب تأجيل هذا الاجتماع إلى أجل المسمى ولم يحدث هذا الاجتماع إذن نصر لديها قدرات ولديها تصورات ولديها الإرادة لكن تحتاج إلى أن تكون هناك الأطراف العربية منسجمة معها فيما يتعلق بتحقيق مفردات الأمن القانون العربي بالذات في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي غيرها من المناطق الملطهبة العربية ضيفي الكريم أستأذنك في إجابة أخيرة لسؤالي ما حققته مصر من دور يعني ريادي واستعادة الدور الريادي في العلاقات العربية عامة ليس فقط مع ليبيا ماذا يمكن أن يقدم هذا الترابط العربي بين الدول بعضها البعض في الاشتراك لأهداف يعني واحدة من أجل استعادة يعني الترابط بين الدول العربية الذي أصبح صعبا في هذه المرحلة للأسفين يعني دعينا أشير فقط إلى ما حدث في أكتوب تاتو سبعين عندما اتقطت الإرادات العسكرية بين مصر وسوريا ثم جيوش عربي أخرى الجيش العراقي والمغربي والسوري والسوداني شاركوا مصر تحققوا الانتصار وعندما قامت الشيخ زايد والسعودية بإعلان برفع سلاح حذر البترون شكل ذلك دعماً للموقف العسكري السياسي والمصري إذن نحن في حاجة أن نعيد إنتاج تضامن العربي الذي حد حقق في أكتوبر ولو في حد الأدنى لكن المعدلة أن النزاعات العربية التي نشأت وساهمت في تأجيجها أطراف خارجية والآن كما نرى إيران من ناحية وإيران تركيا من ناحية وفي المقدمة إسرائيل من ناحية كل هذه الأطراف الإقليمية ثم أطراف دولية تؤجج هذه السراعات حتى يظل الوطن العربي والنظام الإقليمي العربي في حالة ركود وخمود لكن القيادة المصرية متيقضة لذلك ومنتبهة ويتتحرك في هذا السياق وقامت بمحاولات كثيرة للمت الشأن العربي وإعادة علاقات مصر مع أطراف وتحالفات ربما كان آخرها يعني لا أقول تحالف ولكن التلاقي بين مصر وبين الأردن وبين العراق ثم قبل ذلك التلاقي بين السعودية والإمارات ومصر وكل ذلك يؤشر إلى أن مصر هي الدولة القادرة على أن تعيد صياغة النظام الإقليمي العربي ووضع محددات للأمن للقوام العربي كما حدث قبل أشهر في ليبيا وأعتقد أننا نحن الآن في هذه المرحلة في أمس الحاجة إلى مثل هذا الترابط الذي يعود من جديد نتمنى بكل تأكيد مشاهدين الكرام كان هذا هو حوارنا اليوم مع ضيفي العزيز الأستاذ العزب الطيب الطاهر نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام وأيضا المتخصص في الشأن العربي شكرا لكل ما قدمته من تحليل في هذا الحوار تحياتي لك ومشاهدين ومشاهدين شكرا جزيلا وشكرا وموصول أيضا لحضراتكم على طيب المتابعة دائما أطيب الأمنيات بالسلامة والأمان إلى اللقاء اشتركوا في القناة